بعد خمسة أشهر على تحليقها تستأنف اليوم القوى الكبرى وإيران في فيينا المحادثات حول البرنامج النوبي الإيراني وسط أجواء من التشاؤم بشأن توصل الاتفاق في ظل تمسك طهران برفع العقوبات الأمريكية عنها وحقها في امتلاك الطاقة النوبية السلمية بما يتعلق في المتطلبات للجمهورية الإسلامية واللي عملنا على تجهيزها طول الفترة الماضية وللأسف كان هناك جلسات طويلة ولم تأتي بفائدة نتمنى أن هذه الجلسة تعطي نتيجة ولكن هذه النتيجة يجب أن تكون مضمونة بدون ضمنات لن نعمل بشيء لن يكون هناك أي إجراء ولا ربما لن يكون هناك جلسات مستقبلية بريطانيا والكيان الصهيوني يعلقان أهمية كبرى على محادثة فيينا على اعتبار أن فشلها يعني دفن المعاهدة الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية أمر يقلق الكيان الذي يريد الانفراد بالأسلحة النووية للمحافظة على التفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يفسر المساعي البريطانية والصهيونية بشن حملة ضد إيران لقطع الطريق أمام طموحها النووي الأمور المتعلقة بالصهيوني هم يريدوا الاختراق للوصول للملف الباليستي ومعرفة الإجراءات ومحاولة ربط الملف الباليستي عسكريا بالملف النووي وأن الملف الباليستي الآن هو مجهز لبرنامج عسكري نووي هذا ما تريد إسرائيل أن تحاول أن تصيغه بشكل أو بآخر في الأثناء رفضت الخارجية الإيرانية إجراء مباحثات ثنائية مع الوفد الأمريكي وقال المتحدث باسمها سعيد خطيب خلال مؤتمر صحفي إنه على الأمريكيين رفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2015 اشتركوا في القناة